انخراط المملكة المغربية في دينامية ونهضة القارة الإفريقية يلقى ترحيبا وإشادة من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بلاغ للمجلس توج أشغال الجلسة العمومية المنعقدة حول موضوع العيش معا في سلام نوها بجهود المملكة المغربية التي ستحتضن في السنة القادمة المنتدى العالمية للأمم المتحدة لتحالف الحضارات وسبق لمجلس السلم والأمن أن أشاد أيضا بجهود ملك المغرب من أجل تفعيل لجنة حوض الكونغو إضافة إلى اللجنة المعنية بمنطقة الساحل انخراط المغرب في دعم القارة الإفريقية لم يقتصر فقط على الوقوف إلى جانب الدول المعنية بتحولات المناخية بل تجاوز ذلك إلى بدل جهود مضاعفة فيما يتعلق بإحلال السلم في عدد من الدول التي تعيش توترا داخليا كما هو الشأن بالنسبة لدولة إفريقيا الوسطى وفي هذا الصدد أشاد مانكورن دياي رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى المينوسكا بتجريدة القبعات الزرق المغربية المنتشرة في هذا البلد واعتبر دياي أن الملك محمد السادس كان من أوائل القادة الأفارقة الذين ساندوا جمهورية إفريقيا الوسطى في لحظة حارجة من تاريخها كما نوه بالمهنية التي تبديها عناصر القبعات الزرق المغاربة من أجل إحلال السلم في هذا البلد الإفريقي اشتركوا في القناة